هل هناك تحاليل او اشعات ممكن تعتمدين عليها بقياس الدهون او بقياس كتلة العضلة او الجسم او الجسم العضلية؟ نحن عنا بداية انتروشن شو منا عمل عنا اجهزة متطورة هذا الجهاز مبدأ الشغل كيف بيفوت تيار كهربائي بسيط على الجسم بيمشي على اساس الممانعة الكهربائية لما بيمشي بالجسم كهرباء بتشوف كسافة المنطقة هالكسافة يعني خلين قول عضل هالكسافة يعني سوائل هالكسافة يعني دهون ولكن فينا نقول انه دقيقة مية بالمية طبعا منا دقيقة مية بالمية بس هو خلينا نقول احسن شي لحد الان عاملينه طيب يعني ممكن ندز على اكوا فتشي ادق من هذا الجهاز اللي عدتكم؟ يعني مثلا مفراس او ما عرف قالوا يعني ممكن مفراس يطلع لنا نسبة الدهون او وتقريبا اللي حاليا هذول كلهم بيمشي على الاشعات الاشعات نعم الاشعات او الموجات الكهربائية ما بطالع اشي موجات فوق الصوتية ما بطالعوا مية بالمية يعني كلنا منحط لنا نسبة خطأ وهذا شي كتير طبيعي لانه اذا بدك تعرف عن جاد قديش عندك كميات سوائل وعضل لازم يكون في تشريح صحيح صحيح طيب يعني مثلا كمية الدهون انتو خلي نقول مثلا في منطقة الخسر او الفخذ او حتى الايد يعني انه ممكن لكم حسابات معينة بها؟ طبعا عندنا حسابات الحسابات على شو بتعتمد مثلا على شنو؟ على العمر على العمر على النشاط البدني على التاركت اللي بحطه الشخص يعني مثلا انا بدي اكون فتنس انا مثلا بدي ابني عضل ازود كتلة عضلية انا بس بدي انزل وزن انا بس بدي يكون عندي رشاقة هدول النسب تعتمد على كل شخص وشو حاطة الهدف بس نحنا كحد صحي منقول اذا نسبة المئوية لدهون كانت اقل من 30 يعني انت دخلت بالسيف سايت منطقة الامر طيب خلينا نرجع على هذا الجهاز حساب كتلة الجسم اريد اعرف اشياء عنا اكثر انه هو بالضبط هو شي قيس او شي حدد لك انت كأخصائي بي حدد لي كمية السوائل بالجسم كمية البروتينات كمية المعادن والدهون واماكن تمركز كل شغلة بس في كثير اسئلة بتقول طيب انا عندي ضغط مرتفع لانو عم بحسب معادن لا انا عندي سكر ببين بهذا الجهاز لا لانو هذول التحليلات بدون تحليلات دموية وليس خلينا نقول ممانعة كهربائية بدون تحليلات دموية بدون تحليلات急شق بدون تحليلات أتشخية بدون تحليلات ابن مهدد